تابل ديزاين تصميم طاولة عن طريق برنامج السوليدوركس باستخدام تعليمات 3D Sketch و Sweep نختار المستوي Front Plane و نرسم ثلاث خطوط منقطة انطلاقا من مبدأ الأحداثيات ثم نختار Line و نصل نهايات الخطوط المنقطة مع بعضها ترجمة نانسي قنقر من Sketch نختار 3D Sketch نرسم خطوط مستقيمة موازية للمحور Z انطلاقا من رؤوس المسلس ثم نحددها و نختار Equal لتصبح متساوية و نحدد طولها 516 مليمتر من Smart Dimension ترجمة نانسي قنقر نختار Line و نرسم خطوط تصل بين رؤوس المسلس مع نهاية الخطوط المستقيمة المجاورة لها على التالي ثم نختار Filet و نحدد نقاط الاتصال بقيمة R90 مليمتر لتتشكل الانحناءات ثم نرسم خط منقطة من المبدأ و عمودي على المسلس السابق اشتركوا في القناة وبالتالي نحصل على المسار المشكل لقاعدة الطاولة ننتقل لرسم Profile القاعدة نختار المستوي Front Plane ثم من Features نختار Reference و Geometry و ذلك لرسم مستوي موازي لFront Plane و يبعد مسافة 240 مليمتر ندخل إلى Sketch المستوي الجديد Blane 1 و نرسم مسلس ثم نحدد أضلاعه و نجعلها متساوية Equal من رؤوس المسلس نرسم خطوط منقطة و نجعلها متساوية اشتركوا في القناة نحدد طول ظلع المسلس 72 مليمتر نحدد نقطة التقاء المنصفات أي مركز المسلس مع المسار و نختار Beers من Features نختار Sweep ثم نحدد البروفيل ثم المسار و نختار صح فتتشكل لدينا القاعدة بشكل سلاسي البعد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة لرسم الجزء العلوي من الطاولة نختار المستوي Top Blane و نرسم مستطيل ثم دائرة مماسة لأضلاعه السلاسة Tangent و نحدد قطره 9 مليمتر ثم نحدد طول ظلع المستطيل 720 مليمتر و نحدد بعده عن مبدأ الإحداثيات 492 مليمتر ترجمة نانسي قنقر من تريم نحزف قوس الدائرة الداخلي و جزء من أضلاع المستطيل الخارجية من Feature نختار Revolve و ضمن Axis of Revelation نختار المحور المنقط ثم صح و نضيف الألوان حسب المطلوب و القاعدة زجاجية و بالتالي نحصل على طاولة مصممة عن طريق برنامج SolidWorks و ترجمة نانسي قنقر 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 و ترجمة نانسي قنقر